أهلا بك في كودينج في آي ده الدرس السابع من كرس أساسيات الكمبيوتر عندنا على القناة نهاردة هنتكلم عن التخزين السحابي وإدارة البيانات التخزين السحابي أو الكلود كومبيوتينج هو طريقة لحفظ البيانات على الانترنت بدلا من حفظها على جهازك الكمبيوتر الشخصي هنشرح بالتفصيل كيفية عمل التخزين السحابي وأمثلة كتير توضح الأفكار بشكل أفضل بس قبل ما نبدأ حابب أن أفكرك لو ده أول فيديو ليك فنشرح في السلسلة ده أساسيات الكمبيوتر البسيطة وده هتكون موجهة لشخص ما يعرفش حاجة عن الكمبيوتر وحابب أن يتعلمه من تحت الصف وهتبقى تمهيد لكل واحد حابب أن يدخل مجال البرمجة أو أي مجال يتعلق بالتكنولوجيا فلا بد أن يعرف الكمبيوتر ويتعرف عليه بشكل أعمق ويعرف كل حاجات خاصة هات السلسلة من البداية عشان تستفيد بكل معلومة ذكرت في السلسلة دي لأن الموضوع متربطة ببعضها زي ما قلنا دل المبتدئين فالشرح هيكون بسيط جدا لكن يكون بديه لواحد بقاله فترة في المجال اعمل لايك للفيديو ده وسابسكرايب للقناة وفعل زر الجرس عشان يوصل لك شعر بكل فيديو جديد ينزل على القناة ويلا بينا ندقل في الفيديو على طول أولا تعريف التخزين السحابي أو الكلاود كومبيوتينج التخزين السحابي هو خدمة بتتيح لك تخزين البيانات على الإنترنت باستخدام سيرفرات بدل ما تخزنها على جهازك الكمبيوتر الشخصي يعني بيديك مساحة على الإنترنت تخزن فيها البيانات أكي أنها بالضبط هارد ديسك عندك على الكمبيوتر وبيسمح لك بالوصول لبياناتك من أي مكان ومن أي جهاز طالما عندك اتصال بالإنترنت والتخزين السحابي بيقدم مجموعة من المميزات اللي بتخليه اختيار ممتاز لهوز البيانات وإدارتها أولا سهولة الوصول تقدر توصل لبياناتك من أي جهاز منتصف بالإنترنت طالما معاك الإيميل بتاعك اللي أنت مخزن على خدمة التخزين السحابي وهديك أمثالة دلوقتي على الخدمات الأشهر في الموضوع ده مش محتاجك تكون متواجد في مكان معين عشان توصل لملفاتك من أي مكان تقدر أنت تتصل ومن أمثلة الخدمات اللي بتقدم التخزين السحابي الجوجل درايف تقدر تفتح مسانداتك وسورك من أي جهاز سواء بكمبيوتر أو تابلت أو موبايل طالما معاك حساب جوجل اللي مشترك على خدمة جوجل درايف والمناسبة تقريبا عندهم 15 جيجا مجانية وكده وفي برضو دروب بوكس تقدر برضو أن أنت تستخدمها في التخزين السحابي وفي المايكروسوفت واندرايف ودي اللي أنا برشحها بصراحة أن خدمتهم كويسة وحتى بالمناسبة أسعارهم مرخيصة لو أنت تشترك باشتراك أعلى شوية تاني حاجة من المميزات اللي بيقدمها لك التخزين السحابي الأمان والحماية مزودي خدمات التخزين السحابي بيستخدموا تقنيات عالية جدا لحماية بيناتك من الاختراق والضياء في الغالب بيكون فيه نسخ احتياطية للبيانات عشان تقدر تسترجعها في حال تحدوث أي مشكلة والحاجات اللي بيستخدموها زي تشفير البيانات شركات زي جوجل ومايكروسوفت بيستخدموا تشفير البيانات لحماية البيانات أثناء نقلها والتخزين النسخ الاحتياط التلقائي زي خدمات iCloud بتعمل نسخ احتياطة القائل البيانات بشكل دوري عشان توفر لك نسخ كتير تقدر انت تسترجع منها البيانات لحصل أي مشكلة وكمان من الممازات الجميلة جدا فيه بيوفر لك في المساحة تخزين البيانات على الانترنت بيوفر لك مساحة في الكمبيوتر الشخصي بتاعت مش هتحتاج تشتري أي هارضات أو أي أجهزة خارجية تخزن عليها البيانات تقدر تخزن الصور والفيديوهات بدل ما تخزن ألاف الصور والفيديوهات على جهازك تقدر ترفعهم على خدمات زي جوجل فوتوز مثلا وتخزين المستندات تقدر ترفع مستنداتك على خدمات زي الوان درايف وتوصل لها من أي مكان كمان التخزين السحبي بيوفر التعاون والمشاركة تقدر تشارك ملفاتك مع الآخرين بسهولة وتشتغل عليها بشكل تعاوني وفيها أدوات بتحلق تحرير ملفات بالتعاون مع الآخرين وكده يعني لو انت مثلا بتشتغل على مشروع معين ممكن ترفعه على الدرايف وتشاركه مع أصحابك أو التيم اللي شغل معاك وعبت لها كتير عليك ده زي الجوجل تيمز أو الجوجل دوكس طيب إزاي بيشتغل التخزين السحبي التخزين السحبي بيعتمد على مجموعة من السرفرات البعيدة اللي بتكون متصلة ببعضها بشكل معين البيانات بتتخزن على السرفرات دي وبيتم إدارتها وصيانتها بوسطة مزاود الخدمة يعني عن طريق الشركة المزاودة للخدمة بتاعتك أولا بترفع الملفات لما ترفع ملف على الخدمة السحبية الملف بيتقسم لأجزاء صغيرة وبيتخزن على خوادم مختلفة أو سرفرات مختلفة البيانات بتكون مشفرة لضمان الأمان زي ما قلت لك عشان تضمن سلامة وأمانة البيانات بتاعتك مثلا نرفع الملفات على جوجل درايف الملف اللي انت بترفعه بتخزن في مراكز بيانات جوجل وبعد كده تقدر توصله لأي جهاز وإيس على كده بقى كل الأمثلة اللي قلت لك عليها زي الدروب بوكس والوان درايف وغيرها بتقدر توصل لمنفاتك عن طريق تسجيل الدخول لحسابك على الخدمة السحبية من أي جهاز زي ما قلت لك طالما معاك الحساب بتقدر أنت تدخل من أي مكان البيانات بتكون مشفرة أول ما بتساجل الدخول البيانات المشفرة دي بيتفك التشفير بتاعها وتظهر لك بشكل طبيع ويتقدر طبعا تحملها وتبعتها وكل حاجة وفيه حاجة كمان لازم تعرفها اسمها للمزمنة المزمنة هي عملية تحديث الملفة تلقائيا بين الأجهزة المختلفة يعني أي تعديل بيتم على الملف من جهاز معين بيتم تطبيقه على الأجهزة التانية اللي متزمنع على نفس الحساب يعني لو عندك ملفة على جهاز الكمبيوتر وعملت له تعديل التعديل ده بيظهر تلقائيا على جهاز الموبايل اللي مرتبط بأفس الحساب طيب خلينا نتكلم عن أهمية إدارة البيانات إدارة البيانات بتمثل الجزء مهم جدا من حياتنا الرقمية البيانات اللي بنخزينها بتشمل كل حاجة زي الصور الشخصية والمستندات المهمة لحد المشاريع العلمية والحاجات الكبيرة طبعا إدارة البيانات بشكل فعال بقى بيتساعدنا على الحفاظ عليها وتنظيمها بشكل يتيح لنا الوصول لها بسرعة وسهولة فلازم يكون عندك نظام واضح لتنظيم ملفاتك على الكمبيوتر أو على الكل اوت كمبيوتنج أو السحابة التخزين السحابي اللي احنا بنتكلم عنه ده مثلا تقدر انت تنشئ مجلدات لكل نوع من الملفات يعني مجلد للمستندات مجلد للصور مجلد للمشاريع وتنظيم الملفات داخل المجلدات دي ده طبعا هيساعدك بشكل كبير جدا انت تنظم ملفاتك واتديرها بشكل جاي ومهم جدا انت تعمل نسخ احتياط البياناتك بشكل دوري عشان تقدر تسترجعها في حالة خدوث اي مشكلة تقدر بأن انت تستخدم خدمات النسخ الاحتياط التلقائي زي iCloud بالنسبة لك طبعا لو انت iOS أو جوجل درايف لنسخ بياناتك تلقائيا لو انت Android ولازم تحاوز على تحديث برامجك وخدماتك السحابية لضمان الامان والحصول على احدث المميزات تفعل التحديثات التلقائية لانظمة التشغيل والبرامج لضمان الحصول على احدث التحسنات الامنية زي ما قلتلك وطبعا زي ما قلتلك مزودين الخدمات السحابية هم اللي بيحطوا المميزات دي يعني هم اللي بيتكفلوا بعملية إدارة البيانات في الغالب يعني بس مهم جداً أنت تعرف الموضوع ده حتى لو أنت هتدير بياناتك على جهازك الكمبيوتر مش لازم تكون عملها على خدمة سحابية يعني لو عندك شوية حاجات على الهارد ديسك بتاعك على الكمبيوتر اتبع معهم التعليمات اللي احنا قلناها ديم شوية عشان تقدر أن تتفاص بياناتك من الاختراق وهديك شوية نصايح لاستخدام التخزين السحابي بفعالية عشان تقدر برضو تستفيد من تخزين السحابي بشكل أفضل في شوية نصايح لازم تاخدها في الاعتبار أولها استخدم كلمات مرور قوية لازم تستخدم كلامات مرور معقدة ومختلفة لكل حساب في برهمك تقدر أنت تستخدمها لتوليد كلمات المرور وحفظ كلمات المرور وتكون قوية هم بيهوتوا فيها المعايير بقى اللي هم معرفينها إنها تكون من أرقام وحروف فرموز وحاجات كتير كده وعنما استخدمت كلمات مرور قوية قامل حاجة اسمها التحقق بخطوطين فعل التحقق بخطوطين عشان تحمي حسابك وده ببساطة لما تجي تفتح حاجة مثلا من لابتوب بتاعك أو الكمبيوتر وانت فاتح الحساب على الموبايل وعلى الكمبيوتر بيبعط لك رسالة تأكيد على الموبايل بتأكد أن انت اللي موجود على الكمبيوتر فعلا وبتستخدم الحاجة دي مش حد تاني وده طبعا حاجة مهمة جدا وتفيد في أمان بياناتك ومهمة جدا أنت تعمل مراجعة لإعدادات المشاركة راجع إعدادات المشاركة بانتظام وتأكد أنك مشارك الملفات مع الأشخاص اللي عايزهم بس يعني راجع صلاحيات الوصول للملفات والمجالدات على جوجل درايب بحيث اللي انت عايز تبعط لهم بس هم اللي يشوف ومش كل الناس تقدر أن تخش على اللينك بتاعك وتشوف كل حاجة واهتم بتنظيم الملفات بشكل دوري نظم ملفاتك بانتظام واحدة في الملفات اللي مش محتاجها يعني ممكن مثلا تخصص وقت شهري لتنظيم الملفات وحسف الملفات الأديمة والغير ضرورية وهكذا وبكذا نكون انتهينا من الدرس السابع من كورس أساسيات الكمبيوتر نتكلمنا عن التخزين السحابي وإدارة البيانات وشرحنا كيفية عمل التخزين السحابي وأمثلة على خدمات التخزين السحابي المختلفة وأهمية إدارة البيانات بشكل فعال في الدرس الجاي إن شاء الله هنتكلم عن أساسيات البرمجة والتعرف على لغة البرمجة المختلفة وإزاي تبدأ في تعلم البرمجة ومن تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم أشعار بكل فيديو جديد ينزل على القناة ولو عندكم أي استفسرات اكتبوا علي تحت في الكومنتات وإن شاء الله هشوفها ورد عليكم هشوفكم في الفيديوهات الجاية سلام